لن نترك منطقة الشرق الأوسط للصين وروسيا وإيران كلمات للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام قمة جدة للأمن والتنمية عبر من خلالها عن أهداف بلاده من وراء زيارته ومشاركته في القمة فالأمر لا يعد كونه صراع نفوذ بين أمريكا من جهة والصين وروسيا وإيران من جهات أخرى انعقدت القمة في جدة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق ومصر والأردن وتحدث بايدن عن التحديات التي تواجه العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا مؤكدا التزام أمريكا بالدفاع عن حلفائها في المنطقة ضد أي اعتداء خارجي وكذلك التزامها بتأمين الملاحة العالمية في الممرات البحرية في المنطقة لسيما في مضيقي هرمز وباب المندب إضافة إلى الالتزام بمنع امتلاك إيران للسلاح النووي وبينما أكد بايدن على أهمية التعاون الاستراتيجي مع الدول الحليفة لواشنطن فإنه ألمح إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في هذه الدول وإن تحدث في هذا الملف بشيء من التماس العذر إذ قال إنه لا توجد دولة تحافظ على حقوق الإنسان بنسبة مئة بالمئة وإنما يكفي أن تسعى لذلك وكأنه بذلك يمنح الأنظمة العربية منفذا للهرب بما ترتكبه من انتهاكات ضد شعوبها طالما أنها منخرطة في التحالف مع الولايات المتحدة التي يزعم رئيسها أنه الحامل الأول لهذه الحقوق في العالم وعلى الرغم من عدم ذكر الكيان الصهيوني بصورة مباشرة إلا أن بايدن في تصريحات له قبل أسابيع قليلة أكد أن جولته الشرق أوسطية تهدف في المقام الأول إلى تقديم ما يمكن لدعم الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة ثم تأمين إمدادات الطاقة العالمية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية جولة الرئيس الأمريكي إذن ومشاركته في قمة جدة تأتي بحسب مراقبين في سياق دعم الكيان الصهيوني وتعزيز مصالح أمريكا في صراعها مع منافسيها الدوليين ولو على حساب الأمن والاستقرار في دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر